السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن يحدد الطالب الغرض الرئيس من النص المقدم إليه كيف يستطيع الطالب معرفة الغرض الرئيس من النص عليه أولا أن يقرأ النص قراءة واعية بفهم وتركيز حتى يفهم النص فهما جيدا ثم يطرح على نفسه سؤالين وهما عما يتحدث النص وإلى ما يهدف مثلا النص يتحدث عن بل الوالدين عن الصداقة عن القراءة عن الوطن وأهمية الوطن إلى غير ذلك فلابد أن يقرأ النص المقدم إليه قراءة واعية ثم يسأل نفسه سؤالين عما يتحدث النص وإلى ما يهدف ثم بعد ذلك يتم صياغة الغرض الرئيس في جملة تامة المعنى هناك بعض الكلمات والعبارات هذه الكلمات يبدأ الطالب بها جملته التي يصوغ فيها أو يصوغ بها الغرض الرئيس من هذه الكلمات والعبارات الحث على بيان أهمية الحرص على التأكيد على الدعوة إلى تسليط الضوء على التعرف على تجنب ويكمل الجملة فمثلا كان النص يتحدث عن أهمية اختار الصديق فيقول الطالب عند صياغة الغرض الرئيس الحث على اختيار الصديق الصالح أو الحرص على اختيار الصديق الصالح أو بيان أهمية اختيار الصديق الصالح أو الدعوة إلى ضاعة الله عز وجل وعبادته أو تسليط الضوء على القراءة وفوائدها إلى غير ذلك من الأغراض الرئيسة التي تكون في النصوص فهذه كلمات وعبارات يمكن للطالب أن يستعين بها عند صياغة الغرض الرئيس نأخذ الآن أمثلة ولماذج تدريبية على كيفية استخراج الغرض الرئيس من النصوص المقدمة إلينا النموذج الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه هذا الحديث يبين أن هناك أصنافا وأنواعا من الناس يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله ويشملهم برحمته هؤلاء السبعة منهم الإمام العادل أي الحاكم العادل وشاب نشأ في عبادة ربه أي شاب كبر وترعرع في عبادة ربه وطاعته ورجل قلبه معلق في المساقد أي رجل يحب المساقد كثير الاعتياد إلى المساقد ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه أي لم يجمعهما إلا الطاعة والعبادة لم يكن بينهما منفعة ولا مصلحة بل الاجتماع كان على الطاعة والعبادة ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رجل ابتعد عن الحرام مخافة الله عز وجل ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يميره هذا الرجل تصدق بصدقة وأخلص فيها لله عز وجل لا يريد رياء ولا سمعة وإنما يريد وجه الله عز وجل في صدقته ورجل ذكر الله قاليا ففاضت عيناه رجل من شدة إخلاصه وخضوعه وتبتله إلى الله عز وجل وهو يذكر ربه وحده فاضت عيناه من الخشوع والتضرع لله عز وجل إذا نظرنا إلى هذا الحديث النبوي الشريف وما فيه من معاني عظيمة جليلة سنجده يحدثنا ويبين لنا ويهدف إلى بيان الأنواع والأصناف التي يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله والتي يشملهم برحمته فهؤلاء الأصناف المذكورة في هذا الحديث إنما تدلل على صفات ولا تدلل على أشخاص فكل من اتصف بهذه الصفات يشمله رحمة الله عز وجل الآن نريد أن نستخرج أو أن نصوغ الغرض الرئيس من هذا الحديث ماذا نقول؟ الغرض الرئيس من الحديث هو بيان الأنواع والأصناف التي يظلهم الله في ظله أو بيان الأنواع والأصناف التي يشملهم الله عز وجل برحمته النموذج الثاني آية قرآنية قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما إذا نظرنا إلى هذه الآية الكريمة وقرأنا التفسير الميسطر الموجود في أسفل الشريحة وأمر ربك أيها الإنسان وألزم وأوجب أن يفرد سبحانه وتعالى وحده بالعبادة وأمر بالإحسان إلى الأب والأم وبخاصة حالة الشيخوخة فلا تضجر ولا تستثقل شيئا تراه من أحدهما أو منهما ولا تسمعهما قولا سيئا حتى وللتأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح هذه الآيات تأمرنا بعبادة الله عز وجل وبر الوالدين والإحسان إليهما خاصة عند كبرهما وأن نعاملهما معاملة حسنة وأن نقول لهما قولا لينا لطيفا إذن الغرض الرئيس من هذه الآية الكريمة هو الحث على عبادة الله وبر الوالدين والإحسان إليهما خاصة عند الكبر النموذج الثالث أصوغ الغرض الرئيس من النص الآتي دعا الإسلام إلى الترابط والوحدة بين أبناء الأمة لأن بها تتحقق قوة الصلة بينهم والتوحد في رؤيتهم للأمور وتعلو منزلتهم بين الأمم ووحدة العرب ليست صعبة فالروابط بينهم متعددة كاللغة والدين والتاريخ وغيرها من العوامل والصلات هذه الفقرة كما نرى تبين لنا أهمية الترابط والوحدة بين أبناء الأمة الواحدة لماذا؟ لأن بهذا الترابط وهذه الوحدة تتحقق قوة الصلاة بينهم ويحصل التوحد في الرؤية نخلص بأن الغرض الرئيس منه هو الدعوة إلى الترابط والوحدة بين أبناء الأمة الإسلامية وبهذا نكون قد أنهينا درسنا اليوم وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته